سلطرة الثوار هي تحت مرمى نيران الإجرام الأسدي لا ننسى جريمة استخدام الكيماوي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها النظام هذا السلاح المحرم دولياً والذي يستهدف فيه المدنيين من أبناء شعبنا وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات الرادعة التي تمنعه من ارتكاب هذه المجازر ійة أهمية الشريعة الإسعان السياسيين ونعى مرذلة apple gar Investment شيئااااااااااااااااااااااااااااااا.. تت mereeches بكة الملكانوس جعمالي وفهم الوحضر êmesرたقون الأفضر ونحنًا المجموعة الإنسانية حتى الآن لم يفعل شيئاً لتوقف هذا الرجيم من هذه المساكرة التي يتبعون على الناس قدمنا تقارير للسيد المبعوث الخاص عن الوضع الإنساني وحالة الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار وكان هناك تركيز كبير على ملف المعتقلين وخاصة عمليات الاعتقال المستمرة التي لم تتوقف أيضًا واعتقال الشباب من المناطق التي يتم تهجيرها وكذلك إرسال هؤلاء الشباب إلى جبهة القتال وهناك كذلك عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم قام هذا النظام المجرم كذلك موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 واختصار الجهد لتحقيق تقدم أسرع نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 الملاحظات التي قدمت إليه بشأن الورقة التشاورية وتم تجاوز النقاش بهذا الشأن هل تقرأون ذلك على أنه سحب أو تأكيد لسحب الورقة التشاورية أو تجميد النقاش بشأنها نحن نختار جم question from Al-Arabiya how do you read the statement by His Excellency Staffan Dimistora in the afternoon that the remarks provided by the parties to the consultancy paper that Dimistora provided we are taking into consideration is this is to a withdrawal of the paper or suspension of the paper or something else يعني نحن نركز على المضمون الورقة التي طرحت تم وضحها جانبا الآن ما نقوم به هو لقاءة تقنية هذه ليست المرة الأولى التي نعقد فيها لقاءة تقنية مع الأمم المتحدة أكثر من عشر لقاءة تقنية كما قلت هدفها هو التركيز على القضايا الفنية التي تساهم بتسريع عملية المفاوضات وكذلك تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس في عملية المفاوضات في المحاور الرئيسية نحن نتكلم على المتحدة الآن التركيز يتساعد كما قلت لك نحن نتكلم في تقنية تقنية ليس لأولاً لأننا نتكلم في تقنية تقنية مع الأمم المتحدة لقد كنت لدينا أكثر من 10 تقنية كما تقنية 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 لتساعد الانجاة وكذلك تستطيع التركيز وتقنية تقنية 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 رائد فقه شكرا لا يمكن الفصل ما بين اللقاءات التفاوضية واللقاءات التقنية هذه اللقاءات هي مكملة لبعضها البعض لأنه إذا فقط سنعتمد على لقاءات رسمية تستمر لأيام قليلة ونذهب أعتقد أن العملية التفاوضية ستطول كثيرا وفكرة اللقاءات التقنية ليست مستحدثة هي فكرة موجودة بأساس عمل الأمم المتحدة مهمتها الدفع بالعملية التفاوضية يعني إعطاء وقت أكبر للمتفاوضين وللفرق الفنية الاستشارية الموجودة للبحث بتفاصيل يتم تقديمها ويتم مساعدة عملية المفاوضات من خلال هذه المعلومات التي يتم التوصل إليها خلال اللقاءات التقنية فبالتالي لا يمكن الفصل ما بين التفاوض واللقاءات التقنية والمظلة هي مظلة سياسية لتحقيق الانتقال السياسي ولتحقيق وتنفيذ قرارات مجلس الأمن نحن لا يمكننا التفاوض بين المتحدة التقنية واليقوات التقنية هذه التقنية يقومون على الانتقال السياسي because the official meetings last for a few days if we rely only on that the negotiations will be very too long these technical issues are not new they are within the mechanism and the mandate of the United Nations to push the negotiations and to give the negotiators more time and actually to give the advisors as well to discuss in details relevant issues to help and support the official negotiations and make informed decisions afterwards so all of these meetings are being done under the political umbrella to reach at the end a political transition based on the international resolutions and Security Council resolutions Okay, thank you and thank you very much for your attention and thank you very much for your attention our message is to the Russians we expect to see from them real commitment to cease fire to reach comprehensive cease fire a nationwide cease fire that can lay the ground to a political transition to achieve that the Russians must be convinced that betting on the regime is a lost bet they must bet on the Syrian people to achieve their aspirations and demands this in turn will lead to push the political process to push the political process based on international resolutions to reach a political transition and where our people can live in dignity and freedom The Russians must stop supporting this criminal regime and they must stop themselves practicing killing and murdering people systematic killing of our people Okay, English question Terte Ward Thank you sir a lot of time and money have gone into these talks this is now the sixth round of course this question is from many of your own people who are living in refugee camps in Turkey who say this process has nothing to do with them it basically is very far removed and this money could be better spent bettering the lives of the people who are living in these sort of horrific situations not just in camps but of course in the country how do you view that? Our goal and purpose here to stop suffering of our people inside Syria and outside Syria and I agree with you we hope to begin seriously in a real political process that achieved the political transition within the timeline of the Security Council resolutions in this case we will not spend a lot of time and we will serve our efforts and our money to help our people who are suffering now the worst humanitarian crisis in the world but I think it is not our wrong I think it is the responsibility of the international community and the UN and all the team who is responsible for the Syrian file to invest all the efforts to reach a rapid political transition in Syria and we should not forget to put the full responsibility on this criminal Bashar al-Assad and its regime who is the origin of this problem Thank you very much